مشاهدين الأحبة قال في يوم الأيام غاندي كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم كيف يمكن أن نبدأ بتغيير حقيقي ملموس ونطور من أنفسنا ونغير بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة في حياتنا ورحب في هذه اللحظة بالأستاذة رقية بنت ناصر السعيدية مدربة تطوير إداري مساك الله بالخير يا هلا فيك أستاذة يسعد مساك أخي حافظ يسعد مساك جميع المشاهدين يا رب طبعا أستاذة الإنسان يمر بعقبات في يوم الأيام يسعد في يوم الأيام يعني الظروف تشاء وتتدور الأحوال من حولي فهذا يؤثر في سلوكي وأيضا يؤثر في ذاتي لكن كيف يمكن أن نتخلص من هذه السلبيات ونطور من ذاتنا أجمل يعني ما أبدأ فيه الحواري أو النقاش هذا اللي راح يكون بإذن الله تعالى إلى نهاية البرنامج هو خير دليل من القرآن الكريم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن نحن هنا إشارة انطلاقة أن التغيير يبدأ دائما من الداخل أنت عشان تقدر تغير الآخرين لابد أن أفعالك تكون مطابقة لأي قول أنت تقوله بمعنى ماذا أن أفكارك مبادئ عادات تقاليد عندك هذه الأفكار تترقيمها كلها للواقع بطريقة إيجابية وانت مثل ما قلت العبارة المشهورة كن أنت التغيير الذي تريده في العالم بالتالي أي إنسان يمر بهذا يطرح نفسه يعني سؤال أنا ماذا أريد من العالم ماذا أريد من الأشخاص اللي هم حوالي سواء كانوا أقارب أصدقاء موظفين معي زملاء عمل أو في المجتمع الخارجي بشكل عام هنا بتحتاج ماذا بتحتاج أنه على سبيل المثال أنا أحتاج أنه يكون عندي مثلا أخ يعني يتحمل مسؤوليتي بالتالي أنا شو المطلوب مني أني أنا أتحمل في البداية المسؤولية نعم إذا أطالب أنه يكون عندي مثلا زوج أو زوجة تؤدي حقوقها تؤدي واجباتها تقاهي بالتالي أنا ما أطالب هذا الشيء بالقول بس لا أبدأ بمرحلة التغيير اللي أنا أصنعها من خلال الفعل لو طابقت أفعالي مع سلوكياتي بالتالي المجتمع الثاني رح يتقبل هذا شوي شوي مع مرحلة التغيير لكن لو كانت عملية التغيير مجرد حوار أو مجرد يا أستاذ حفيظ المفروض أنك تكون أنت صادق تكون صاحب مبادئ وهكذا أنت رح تتقبل مني؟ طبعا لا لا لماذا؟ لأنه يمكن أن أكون السلوك اللي أنا فيه سلوك ما يمتصلة بالحوار اللي يصير بينه صحيح أو بالطلب اللي أنا أطلبه منك أيضا بالنسبة لي لما أطالب أنه على سبيل المثال إدارة الوقت أتجذب أنه في دوامي لا بد أني أنا أكون ملتزمة ملتزمة أني أنا أحضر وقت الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف بالتالي هذا إذا ترقمته إلى الواقع رح أكون كأني قدوة للآخرين وهكذا يعني إيش اللي يقعنا اليوم نريد التغيير ونريد أن نغير من أنفسنا؟ إذا أردت أنك تغير نفسك لابد أنك أول خطوة أنك تتخذ قرار التغيير عشان تتخذ قرار التغيير لازم يكون عندك وعي وعي بالواقع اللي أنت عايش إنه بالذات تكون عندك رؤية واضحة يكون عندك اطلاع وبعد نظر للمستقبل من هنا تبدأ باتخاذ قرار يساعدك على أنك تتغير طيب أنا كيف أتغير أو البشر كيف يتغيروا؟ يتغيروا من خلال اتجاهين الاتجاه الأول أشخاص يكونوا قد يكون أن هذا الشخص يتأمل يتأمل بأي موقف يصير حواليه حدث عندك موقف أنا أشوف أراقب إيش اللي صار إيش اللي النتائج اللي حدثت بعد هذا الموقف نتيجة التصرف اللي انت تصرفته بالتالي تبدأ عملية أيضا تحصل القرآن الكريم السنة النبوية القصص الأنبياء قصص الصحابة هذه كلها تساعدني على أني أنا أتأمل فيها على أساس أني أنا أقدر من خلالها أني أتخذ السلوكيات بالفعل قائمة على أساس صحيح يحضرني هنا قصة جميلة اللي هي قصة سيدنا بلال بلال الحبشي ولكي يعرفه كيف أنه كان هو عبارة عن عبد كان يعيش مع سياده وكان بإمكانه أنه يظل بذيك الطريقة ويقول في نفسه أنا عبد صح ولا لا صحيح وعنده المبرر اللي يساعده على أنه يظل نفسه لكن هو اتخذ قرار حاسم بعملية التغيير وبدأ أول خطوة هذا القرار اللي هو اتخذه أكيد أنه في عقبات كثيرة منها لو تلاحظ أنه هو تحمل التعذيب تحمل الهجرة في جوف الليل هاجر مع المهاجرين تحمل نتيجة قراره اللي يتخذه اللي هو خاض غزبة أحد فمن هنا لكن القوة الداخلية أو الإيمان الداخلي اللي في داخله في نفسه أنه هو قادر على أنه يحدث فرق ويكون قدوة للآخرين اقتاس هذه الصعوبات كلها فالقرار اللي ينتهي تتخذه يحتاج قوة قوة إرادة وعزيمة وصبر نتيجة قرار بلال إيش اللي صار أنه أصبح أحد المبشرين بالجنة إذن هذا هو عملية التغيير الجانب الآخر اللي هو عشان تتغير إيش اللي يصير أنك توقع في مشكلة أو مصيبة كبيرة تهز كيانك ساعلك على عملية التغيير نحس نفسك مثل ما يقوله وطحت بعدين تبدأ تتغير من نفسك وهنا طبعا هذا التغيير من هذه الناحية شوي شكل مشكلة يعني ما بتكون عندك بنفس الإرادة أو القوة السابقة أو سهولة التغيير ليش؟ لأنه هنا يمر الإنسان درجة ضعف يعني درجة ضعف أنا قد تكون 90% أنت قد تكون 50% يعني بمعنى أن الوعي عندك أكبر فبالتالي تقدر تتخطأ هذه المشكلة أو هذه الصعوبة بطريقة أسهل مني لكن أنا أحتاج فترة ويمكن أحتاج مؤثر خارجي يساعدني على عملية التغيير طيب يعني كلامك يدفعني إلى فضول هل أنا تغير لتغير الآخرين من حولي؟ أم اللي يدفعني لتغيير السلوك مني مثلا؟ حسيت الناس تنفر بدأت تنفر تنزعج من بعض الأطباع فيني فبالتالي أنا أبدأ هنا بالتغيير كنت أنت التغيير مثل ما اخترنا هذا العنوان يعني كيف هي المعادلة؟ التغيير قد ينتج من طموح قد ينتج أني أنا أشوف الأشخاص اللي هم مساويين مثلا على سبيل المثال في المستوى الاجتماعي في المستوى العلمي في المستوى الفكري في المستوى من ناحية المجتمع ألاحظ أن هذا الشخص وصل لمستوى يعني أنا أطمح أني أوصل له أتمنى أني أوصل له لكن أنا ما وصلت له إذن هنا تبدأ عملية محاورة الذات لماذا؟ 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 طيب السؤال اللي يطرح نفسه الشيء اللي ينقصني أني أنا أوصل منه وأكون أفضل منه في المستقبل أو أحقق طموح أكبر من اللي أتمنى أيضا هنا تبدأ عملية التساؤل الآخر اللي هو أين أنا من واقعي الحالي وماذا أريد أن أحقق لكن هنا كيف شكل هذا التغيير مثلا أنا أريد أثر في أبنائي فأنا يعني الراعي وأنا المسؤول في البيت وأريد أيضا أن أؤثر من حولي زوجتي بمن حولي فأنا أبدأ أعتقد بتغيير من نفسي وإيضا أن أتنازل عن بعض الأشياء صحيح عملية تأثيرك تكون درجة القوى اللي تأثر بها بالآخرين بقدر ما أنت تتمسك بالمبادئ والقيم اللي أنت تحاول تزرعها في الأطراف الآخرين على سبيل المثال أنت تريد أن ابنك ينظم وقته نعم يشوف تلفزيون في وقت محدد أو يشوف برامج محددة وبرامج أخرى ما يشاهدها الشيء الثاني تريد مثلا التزامه بالصلاة التزامه بالوقت متى وجبة الغداء يحضرها ولا لا يأجلها صلواته الخمس يأديها ولا لا كيف تطالب من هذا الطفل أنه يكون بهذا المستوى وأنت أقوم بهذا الفعل أيوة أنت ما تقوم به إذا كنت ما تقوم به ما راح هو يكون في نفس المستوى على سبيل المثال إذا كنت أنت على سبيل المثال ترجع من الدوام وتنام طول فترة العصر هو ما شافك أنك أنت أديت صلاة العصر بعد ما تصحى أنت دايرك تخرج وتروح مع زملائك مع 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 هو كيف يقدر يلتزم مثلا على سبيل المثال بفترة الوقت المحدد والجدول اللي أنت عاطينه أو هو إذا كان في مستوى أنه يسمح له يعد الجدول المخصص كيف هو يلتزم فيه والقدوة المثالية لم يلتزم بالجدول اللي وضعه كنظام في البيت إذا أنا أطالب ابني أنه على الساعة 9 على الساعة 8 على الساعة 7 يكون متواجد وممنوع الخروج من البيت إذن أيضا أني أنا أحدد لنفسي وقت محدد لتواجده في البيت ويشكل هذا نظام العائلة كلها تمشي عليه من هنا بتبدأ عائلتك شوي شوي في تغيير إنها بالتغيير لأنه بالفعل فيه سلوكيات أمامها يعني الأم تقوم بواجباتها ملتزمة بالوقت حسب الجدول المنظم إليهم الزوج أو الأب بنفس الآلية إذن الأبناء تلقائيا وبينشى عندك جيل يعني ملتزم جيل بالفعل يقدر الوقت يقدر المبادئ يقدر القيام هل التغيير هناك أنواع في التغيير في حياتنا التغيير أي وأكيد أنه أنواع فأنت شو بالضبط تريد تحدد من أنواع التغيير هل تريد أنك أنت تغير من الاتجاه المبادئ لأخلاق السلوكية ولا السلوكيات هل هو مبدأ قائم على السنة والقرآن الكريم ولا مبدأ قائم على العادات والتقاليد فهنا أنت اللي تحدد أنت ماذا تريد بالضبط ومن خلالها تبدأ تكون عندك الرؤية واضحة وتضع مثل الخطة لهذا التغيير طبعا عملية التغيير رح تكون تتغير وتتفاوت تبعا لمستوى اللي أنت وصلت له نعم يعني لو قلت لك أنه المستوى اللي أنا وصلت له على سبيل المثال يحتاج جهد ويحتاج طاقة أكبر من اللي أنت رح تبدلها في عملية التغيير بالنسبة لك وهكذا أكيد يعني أعتقد نظرية التغيير متشعبة وتختلف هنا المدارس والآراء والأفكار حول نظرية التغيير لكن اليوم أستاذ أنت ترين في مجتمعنا أي نظرة هي أقرب للتغيير أنا أشوف أن التغيير يبدأ بالقدوة إذا أنت حطيت يعني إذا لامست قدوة ذات مبادئ رح تكون مبادئك تبعاً هذا لكن أحياناً في بعض الأحيان إيش اللي يصير في هذه العملية في عملية التغيير أنه يصاب الإنسان بعثارات يصاب بمطبات مكان حاط في باله أنه ممكن أنها تحدث إله فتبدأ عملية زحزها أو عملية الاهتزاز وعدم الثقة في النفس ويبدأ يتراجع هنا يحتاج يا أنه مؤثر خارجي يدعمه ويساعده على عملية التغيير يا أنه بيحتاج أنه كأنه يصاب مثل عملية الصدمة تعيد إنعاشه من جديد في عجالة كيف يمكن أن نشعر بالأخيرين بأن هناك سلوك فيهم خاطئ يجب أن يغيروا من أنفسهم بدون النجاحهم قصدك أنك تكون بعملية التغيير بدون هذا يعني أنا أريد أشعر أيضا من آخر بأن يغير السلوك فيه ناخد مثال أفضل أنه يكون على بدل الكلام التنظيري إحنا على سبيل المثال عندنا إذا كنت أنت مدير والمدير أنت عارف أنه المدير ما يبصب نعم فإذا كان هذا المدير يطالب موظفين وكلهم بتواجههم من بداية الدوام لنهاية الدوام وبالتوقيت إيش الطريقة أو الخطوة اللي يخليهم هل يحاول يحاسبهم بردات فعل هذا هتكون نتيجة ردة الفعل الثانية أيضا معاكسة وبتكون سلبية لكن لو هذا المدير انتظم في دوامه من أول الصباح إلا إذا طبعا فيه عنده جدول أعمال آخر يتعلق بمشاغل أخرى هذا يصير أنه في عملية إخلال بالوقت لكن جدوله يكون وابح فبتحصل جميع الموظفين ومنتزمين وهذا الطريقة كل التوفيق لك أستاذة بارك الله فيك شكرا لك شكرا أحسن وعطيك العافية نورتنا لإباءاتك الشقافية بالتوعوية التثقيفية شكرا كانت معي رقية بن ناصر السعيدية مدربة تطوير إداري وحديثنا حول كن أنت التغيير مشاهدين الأحبة بهذه الفقرة نكون وصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عمان ونتمنى لكم أجازة سعيدة وممتعة من خلال تجوالكم وزياراتكم للمواقع السياحية وزيارات والرحلات الداخلية داخل البلد وتحية من أسرة وفريق من عمان وتحية من مخرج البرنامج المود الحسني ملتقانة في الأسبوع المقبل وإلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته